السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير ولا خير وفي صحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم واجبة عشاء اللي كتجي من اروع الوصفات اللذيذة والمغدية والصحية واللي هي سهلة في التحضير وكتجي راقية في المنظر ديالها وكذلك المدق ديالها زوين فإذا بغتت تعرفوا معي طريقة التحضير معي لكم الا تابعوني الى الاخير ولعجبتكم الوصفات اليوم بطبيعة الحال ما تساونيش اشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد فبالنسبة لأول خطوة عندي في الفلاك نقطعها على شكل طري ثم عندي هناك كيمية من الطون هذا الطون الطري بطبيعة الحالي لا متوفرش معاكم ممكن تعاوضوه بصدور الدجاج او لا تعاوضوه بالطون اللي كيكون معلب فانا هنا غني ناخدوه كنقطعوه الى مكعبات كتكون متوسطة الحجم ماشي صغيرة وماشي كبيرة ثم ناخدوه واحدة طنجرة كنوضع فيها زلافة ديال الروز بالنسبة للروز الابنات انا كنستعمل هذا الروز الصفر اللي هو خاص بالسلاطات فانا كنستعملوه للسلاطات وكنستعملوه كذلك للصفة كجيزوين غادي نغسلوه مزيان ونصفيه يعني كنغسله ثلاثة اربعات المرات ثم نضيف ليه ثلاثة ديال زلافة ديال الماء فانا الزلافة اللي عبرت بها الروز كان عبر بها الماء نضيف شوية المليحة شوية ديال الفلفل الأسود القليل جدا وزيت الزيتون ونصد عليه الطنجرة ونخليه حتى تغلى لما كتبت صفر طنجرة نحسب ليها عشر ديال دقيق ونطفي عليها ونخليها حتى تبرد وكان حلوه كان القوروز ديال نره واجد من بعد كان ناخد ميقلات اللي كان وضعها فوق النار كان وضع قليل من زيت الزيتون وحد فصم التومة وكان وضع هاد السمك ديال الطن كي يتقلى مع شوية ديال المليحة وشوية ديال الفلفل السودانية فقط وكان هنا ممكن تضيفه ليها زير او اعشاب منسمة وبنسبة لهاد السمك ديال السمك ديال بناس رضغية كي طيب كي ما كتشوفوا رصافي ضغية كي طيبها وطاب ده مقدين ناخد واحد البنس وكنزولوه من فوق النار وفي هاد المرق ديالو كان وضع هاد الفلفل كتشوى كان نضيف لها شوية ديال المليحة وغادي نخليها غنقطع لها شوية ونخليها كتشوى صافيو بعد ما كنحس بها راهية طابت كنتفيع ليها النار فعلا لما كيكون الروز ديالنا طاب كنكون وجدت هاد الفلفل مع الطون صافيو كنقدم طبق ديالنا كيجي من اروع الاطباق الصحية واللذيدة وانا قدمته بهالطريقة هادي فكان وضعوه الروز ديالنا بوحد زلافة وكان وضعت تحت منه وحد طبيسيل وكان نحط هكا طون والفلفل كيجي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة